معنا مسج نعم نعم هذه رسالة حقيقة يقول أن رأى جدتها المتوفية وكأن أنفها يعني فيه خلل ما مقطوع أو محروق أو مشوه الذي أقوله أن عليكم بالدعاء لهذه الجدة لأن ما نعلم حقيقة إيش كان وضعها قبل وفاتها فإن كان المرأة يعرف عنها صلاح فإنما الخلل موجود في ذريتها وإن لم يعرف عنها يعني يعرف عنها تقصيرا يعني في الطاعات والعبادات فإنما تحتاج إلى شيء من الدعوات الصالحة لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها قال أولد صالح يدعو له فأنا أرصيكم حقيقة أن تكثر لها من الدعوات الصالحات لعل الله تبارك تعالى يعني يخفف عنها في قبرها ويفتح لها شيئا من الرحمة والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع بعض الصحابة قال لما جعل على هذا القبر يعني شيئا من جريد النخل والقبر الثاني كذلك قال عليه الصلاة والسلام لعله وهذا هو الشاهد قال لعله يخفف عنهما ما لم يبسا فنكثر للأموات بالدعوات الصالحة لعل الله سبحانه وتعالى وهذه طبعا سنة يعني لا يفهم البعض ربما يعني يقول إيش الوضع وكذا لا يقول هذه من السنة أن الإسان يدعو الأموات بغض النظر رأى شيء من الرؤى أو لم يرى شيئا لأن النبي عياد más كان جبريل عليه الصلاة والسلام دائما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخرج محمد وادعوا لأهل البقيع وأهل البقيع تجدون من هم هم الصحابة الذين قال تبارك تعالى عنهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحماء بينهم وقال تبارك تعالى كانوا قليلا من الليل مهجعون وبالأسحار يسقفون مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يذهب بين فترة واخرى في ظلام الليل ويدخل المقبرة عليه الصلاة والسلام وارفع يديه ويدعو لهم بالرحمة ويدعو لهم بالمغفرة ثم يسأل عليه الصلاة والسلام من قبل بعض الصحابة ويقول إن هذه القبور مليئة ظلمة وإن الله ينورها على أهلها بصلاة عليهم أي بدعائي لهم فأقول من السنة أن الإنسان يدعو لأقارب من الأموات بالرحمة والمغفرة ورفح الدرجات وسعة القبر نعم العلم عند الله معنى مخال